مشاهدين الأعزاء تحياتي أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير أهلا بكم وسهلا وأولى حلقات برنامج قضايا عربية فأهلا بكم وسهلا وسنتحدث في هذا البرنامج عن كافة القضايا العربية التي لا تهم فقط الشأن المصري وإنما تهم الشأن العربي لذا يعني نرمي من خلال هذا البرنامج إلى إشعال شموع تبدد الظلمة المحيطة ليست ظلمة الواقع الطبيعي الذي هو في بلداننا العربية مشمس طوال العام وإنما ظلمة العقول التي لا تبصر ولا تقوى على مواجهة نور الشمس رغم سطوعها وإنما ظلمة العقول كما ذكرت حيث أننا في بلداننا العربية في حالة صعبة أقرب ما تكون إلى اليأس بلدان فشلت في جميع مشاريع النهضة فشلت أيضا في أن تحقق الديمقراطية التي حلمت بها بلدان وصل فيها الحس الوطني إلى الحضيط حتى أن معظم مواطنيها يحلمون الآن بالفرار والهرب من أرض الواقع إلى الخيال بلدان يشيع فيها الخوف وينعدم فيها الشعور بالتمؤمنة الخوف من المرض في غياب الرعاية الصحية الخوف من الفقر في غياب التوزيع العادل الخوف من المستقبل هذا ما سنحاول أن نسلط الضوء عليه في هذا البرنجي نتناول في كل حلقة قضية من القضايا العربية ونترحها على ساحة النقاش وسنتناول في حلقة اليوم إحدى هذه القضايا ألا وهي قضية كيف يمكن أن يتحول الشخص المصري أو بالأحرى الشخص العربي إلى انتحاري أو تكفيري من قبل الجماعات الإرهابية هذا سيكون محور الحديث في حلقة اليوم فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى ونتحدث في حلقة اليوم عن قضية من القضايا الهامة على الساحة العربية كما ذكرت قبل الفاصل وهي قضية كيف يمكن أن تحول الجماعات الإرهابية الشاب المصري أو بالأخص الشخص العربي إلى تكفيري أو إرهابي هناك العديد من العوامل التي توقفوا عليها هذا الأمر فالسؤال اللافت للانتباه أو الذي يثير الجذل كيف يمكن لشخص هذا الشخص هو شخص متعلم أو شخص مثقف أو حتى شخص لا يمتلك أي ثقافة أو أي معرفة كيف يمكن أن يتحول هذا الشخص بوعيه إلى شخص أصم جامد لا يفكر إلا في سفك الدماء كما شاهدنا وكما تابعنا العديد من الأحداث الإرهابية التي حدثت على الساحة العربية سنتناول في هذه الفقرة تحديدا هذه القضية لنتحدث عن الخطوات التي يستخدمها هؤلاء الجماعات لكي يحولوا الشباب إلى جثة هامدة في النهاية بلا وعي وبلا إدرك في البداية يستكتب هؤلاء الشباب على ثلاث مرحل المرحلة الأولى يعني نسميها تحديد المستهدف أي أنهم يقومون بتحديد من الفئة المستهدفة أو الفئة التي يمكن أن يقومون باستقطابها حتى يحولوها إلى أحد الجنود الإرهابية هذه الفئة تتصف بالعديد من الصفات الصفة الأولى التي تقع عينهم عليها هي الفئة المهمشة يبحثون في النجوع يبحثون في الكرة عن أكثر الأسر فقرا الأسر التي يتضرر أبناؤها أو مواطنوها من الفقر لأن عامل الفقر من العوامل التي تحدث داخل الإنسان أو داخل أي شخص نزع من النزعات العدوانية أو الصخط على الوقع إذن الأمر الأول هو الفقر أو العامل الأول الذين يلعبون عليه هو أن يكون هذا الشخص شخصا فقيرا أما العامل الثاني أن يكون هذا الشخص شخصا مهمشا أي أنه يشعر أنه ليس له قيمة واضحة أو قيمة حقيقية في المجتمع الذي يعيش فيه كالشاب الذي يتخرج من الجامعة ولا يجد لنفسه أي فرصة عمل أو الشخص الآخر الذي لا يشعر وسط المجتمع بكيمة كالشخص الذي لم يدخل حتى المرحلة الابتدائية أو الأعدادية أو الثانوية ومن ثم يجد من الآخرين حوله بعض الصخط أو بعض التمييز إذن عامل الفقر رقم واحد العامل الثاني هو عامل التهميش ومن ثم يؤدي هذا الفقر وهذا التهميش إلى الصخط على الأوضاع أو على الأحداث أو على المجتمع الذي يعيش فيه أثناء هذه العملية يختارون الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه العامل أما المرحلة الثانية بعد اختيار هؤلاء الشباب واستقطاب هؤلاء الشباب يتم تحويل مصار الفكر المعتدل الذي يعتنقه هؤلاء الشباب إلى فكر آخر وهذا الفكر هو الفكر التكفيري أو الفكر الجهادي أو الفكر الإرهابي هذا لا يحدث بين يوم وآخر ولكن يأخذ هذا الموضوع بضعة أشهر وحسب كلام المختصين فإن هذه العملية تأخذ من ستة شهور إلى ثمانية شهور أثناء هذه العملية يقومون بعمل عملية كاملة أو برنامج كامل يستخدمونه لتحويل الفكر من فكر مستقيم إلى فكر متطرف كيف يمكن أن يقوموا بذلك أولا يقوموا بذلك عن طريق أولا ما نسميه باعتماد المفهوم الديني يقومون أولا بعزل الشاب عن المحيط الذي يعيش فيه يقومون بعزل هذا الشخص عن أسرته أقاربه أصدقائه لأن هذه الشريحة هي الشريحة الأهم لأنها يمكن أن تنتشل هذا الشخص أو هذه الضحية من الضياع الذي بدأت فيه أو من رحلة المخاطر التي ستنتهي لا محالة بوفاة هذا الشخص أو تفجيره أو قتله أيا كان المصير الذي سيقول له إذن يقومون في المرحلة الثانية أولا بعزل هذا الشخص عن كل الأقرباء حتى يستطيعوا أن يسيطروا على فكره وعلى وجدانه هذه هي المرحلة الثانية بعد فترة العزل يقومون بترسيخ بعض المبادئ داخل عقل هذا الشاب الصاخط على المجتمع كما ذكرت في المرحلة الأولى كيف يقومون بذلك؟ يقومون بذلك عن طريق بعض الآيات الكرآنية المختارة بعناية آية تلوى الأخرى مواقف تحكى وتروى لهم يكون الغرض منها هو تغيير البرمجة اللغوية العصبية لدى هذا الشاب لكي يحدث بداخله تلك النزعة الانتحارية تحت مسمى الدين وأكبر العوامل التي تساعدهم في هذا الأمر هو عزل هذا الشخص لكي يعيش بمفرده بعيدا عن ضغوط الأهل والأقرب هذا أو هذه هي المرحلة الثانية نكمل هذه المرحلة بالمرحلة الثالثة وهي المرحلة الأهم فبعد عزل هذا الشخص هو ترسيخ بعض المبادئ عن طريق آيات الكرآن كما ذكرت وعن طريق بعض المواقف التي تروى له من المعارك أو المواقع التي خاضها المسلمون ضد الكفار قديما فيبدأون بترسيخ بعض الأفكار أو بعض القيم داخل هذا الشخص التي تحوله إلى شخص عدواني أو شخص إرهابي المرحلة الثالثة هي مرحلة التردي في هذه المرحلة وهي المرحلة الثالثة يقومون فيها بتقديم بعض النصوص الدينية المختلفة ولكن بكثافة يعني هذه المرحلة تكون النصوص الدينية أكثر كثافة من المرحلة الثانية التي قمت أنا من قبل بذكرها وفي هذه الفترة تحديدا تكون هذه النصوص الدينية غير متصقة أي أنه يفهم مضمون هذه النصوص الدينية من الخارج ولا يتعمق في مضمون هذه الآيات أو هذه النصوص بشكل متعمق وبعد هذه المرحلة يتحول شعور هذا الشاب أو هذا الشخص من احتكار ذاته إلى قوة وهمية لا يعي هذا الشخص أن هذه القوة هي قوة فارغة هو ليس تقديرا للذات وإنما هو تحقي من إنسانية هذا الشخص ويبدأون في التكليف المباشر لهذا الشاب بالقيام ببعض التدريبات وهذه هي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة حمل السلاح ومرحلة التدريب على قتل الأبرياء وفي هذه المرحلة يتحول الشعور بالإحباط الذي كان يشعر به الشخص قبل الانضمام إلى هذه الجماعات إلى شعور بالأمل إلى شعور بأنه يقوم بعمل نبيل أنه يقوم بعمل يمكنه من خلاله أن يؤدي رسالة سامية وهي أن يرفع من شأن الإسلام وأن التكليفات التي يكلف بها هي ليست تكليفات شخصية من جماعة وإنما هي تكليفات ربانية وجب عليه طاعة في هذه الفترة يبدأ في التدريب على حمل السلاح ويتحول في هذه الفترة إلى ما نسميه الإرهابي أو التكفيري الذي يقوم في انتظار التكليف الذي يكلف إليه من هذه الجماعة الإرهابية المنوطة بهذا الأمر فتكون النزعة الإرهابية بالمقابلة بين قبح الواقع الذي يصور له في بادي الأمر وبين تعاظم المثال ويكون الدافع هو دافع الشاب لقراهية الحياة وحب الموت وكأن هذا الموت هو سفينة النجاة التي ستقود هذا الشخص من الظلمات إلى النور هذه كانت الرسالة الأولى التي وددت أن أتوجه بها إلى جموع الشعب العربي عليكم أن تهتموا بالشباب قبل أن أنهي هذه الحلقة لابد لي أن أوجه بعض التوصيات أتمنى من الحكومات العربية أن تهتم بالشباب أن تحتوي هؤلاء الشباب الشباب المصري والشباب العربي يمتلك طاقة هائلة يمكن أن يفعل الكثير والكثير ولكن هذه الطاقة للأسف تفنى لأن هذه الشباب لا تجد من يكون بتوجيه هذه الطاقة فتواجه هذه الطاقة بشكل سلبي كما رأينا وكما ذكرت أنا كيف يتم استكتاب هؤلاء الشباب تحت مسمى الدين وتحت مسمى تقدير الذات وتحت مسمى كيف يمكن أن يكون لك رسالة هذه الرسالة تحملها وتنتقل بها يعني كما يقنعوه من الظلمات إلى النور عزائي المشاهدين كانت هذه هي الرسالة التي وددت أن أتوجه بها خلال هذه الفقرة نخرج إلى فاصل ونعود لكي نناقش هذه القضية ولكن مع أحد الشباب المصري لكي نضع أيدينا على متطلبات الشباب وكيف يمكن أن نحول هذه الطاقة إلى شكل إيجابي بدلا من الشكل الذي يستخدمه هؤلاء الجماعات الهرهابية فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى يسعيدني أن يكون معي ضيفا في حلقات اليوم الأستاذ محمد أبو غزالة الخبير الأمنية صاحب شركة جاردز للأمن والحلاصات معقبا ومحللا على هذا الموضوع الذي نتحدث فيه في حلقات اليوم أستاذ محمد أهلا وسهلا أهلا بيك صاحب رحمن وصباح الخير على مصرف الله وصباح الخير على ساعتك صباح النور بداية تحدثنا قبل الفوصل عن قضية من القضايا الهمة وهي كيف يمكن للجماعات التكفيرية أن تستقطب الشباب وتكون بتحويل هؤلاء الشباب إلى جماعات إرهابية أو إلى تكفريين كما نشاهد في الأحداث التي تحدث فنود في هذه الحلقة أن نصلت الضوء على هذه القضية تحديدا ونرسل بعض الرسائل للمشاهدين ففي البداية يمكن تابعنا في الفترة الأخيرة الحادث الذي حدث هو حادث كتار الأسكندرية للشاب محمد عيد هل يمكن لهذه الحوادث أن تصيب الشباب المصري باليأس الذي يجعله يسخط على المجتمع؟ طبعا طبعا يعني معلش ما يكون شاب يعني في الأشرانات من عمره يعني هو ما جابش الثلاثين سنة يوصل بالمرحلة هو الله أعلم بقى هو نط من القطر أقاول تانية بتقول أن المأسك الباص أو المأسك القطر هو اللي فتح له الباب فأنت بغاية دلوقتي مرضو إيه؟ الحكومة بيتحقق مش عارفة إيه؟ مين إيه؟ هم ولا نط أو إسمه إيه؟ الفتح للباس؟ ولا كان فيه؟ بالزبط كده تمام؟ بس هو برضو فكر الشباب والتفكيرهم بقى مختلف دلوقتي عن إيه؟ عن البدايات يعني معلش ممكن أي حد يأثر عليهم بفكر إيه؟ سلبي بطريقة سلبية عن طريقة فهم؟ عن طريقة كلام في الطريق ده يعني بالزبط كده طب هل تعتقد أن الفكر والتهميش وكلة فرص العمل هي الأسباب الرئيسة من أجل تحويل هؤلاء الشباب إلى النموذج السلب الذي نشاهده في الفترة السابقة؟ طبعاً ليه دور كبير جداً معلش أنا بدون هدف بدون أمل بدون حلم تمام؟ هبدأ التفكيري يجي سلبي خالص تبديد حاجتي تيجي تمشي بطريقة مختلفة خالص فكري يبدأ يتجه من اتجاه الاتجاه تاني تمام؟ معلش أنا لو عندي أمل وعندي هدف تمام؟ ومحدش بيسيطر علي التفكيري طبعاً فكري يكون مختلفة عن كده خالص تمام؟ ليه مفيش من قال أنت سعدتك عمرك شفت بين آدم نجح في حياته حزين أو فشل؟ مفيش السعادة مرتبطة بالنجاح أنا ناجح لازم أكون سعيد مفيش واحد ناجح تمام؟ هتلاقي حزين في حياته فطبعاً في أدوار كده السلبية يعني الشباب بقى بيتأثر بأي كلام بقى بيتأثر بالمجتمع فأنا برضو بوجه رسالة للشباب يعني معلش ما تخليش حظ يحبطك مثلاً في حياتك وقعت مرة جرب مرة واثنين وثلاثة واربعة تمام؟ ابدأ يشتغل مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة تمام؟ معلش يشوف اللي أكبر منك واللي عد على المرحلة بعد كده تمام؟ عملي في حياته يعني مفيش حظ بيطلع يسلم مرة واحدة ابدأ يتعامل ابدأ أخذ طموحك ابدأ يشتغل في أي حاجة وبرضو على الحكومة المصرية وعلى الدولة برضو يعني تقدم مساعدات للشباب وتبدأ ايه؟ تتققل معهم وانا شايف ان فيه فعلاً دلوقتي مشاريع كتير بتقوم في الدولة الشباب بيتقدم فيها وفيه فرص كويسة جداً للشباب ولكن دعني هنا أقول أن هذه الجماعات كما تحاول الشباب من شباب سوي إلى شباب متطرف فإنها أيضاً تقوم بعمل بعض يعني الأقاويل أو الأكاذيب أن كل المشاريع التي تقوم الآن هي مشاريع وهمية وأن هذه المشاريع لا تصيب الشباب يعني ما رأيك في هذا؟ أقول سأتك على حاجة وهمية زي على أرض واقعة يعني مشروع مثلاً زي العاصمة الإدارية ده فيه كم شاب يشغل وعايزين كم شاب يشتغل تمام؟ روح أقدم معلش ما هو أنت إيه وليس على عبدي إلا ما سعى ما ينفعش أنا أكون قاعد في حتة أو قاعد على قاوة وهان نستني إيه الفرصة الجيلة وغايت عندي لا اسعى روح أقدم روح يشتغل روح يبدأ أشوف حاجة ما تسلمش نفسك فكرك للأفكار السلبية مش أي حد يجي يقول لك أصلي ما فيش شغل في البلد يبقى ما فيش شغل أنت عملت إيه عشان يبقى فيش شغل في البلد؟ تمام؟ يعني أنت عملت إيه عشان يجي لك شغل؟ هل أنت سعيد؟ هل أنت قدمت المشيء؟ أو قمت روح تقدمت في شغل هنا وقدمت في شغل هنا قدم؟ استحالة، ليه؟ مش أنا ولا أنت اللي بنقولي الكلام ده ربنا زعف نفسه وبيقول لك إيه؟ أن البني آدم يعني زي ما بقول لي سعادتك وليس على عبدي إلا ما سعى لازم يسعى عشان يجي له فرصة الرزق ليه تمام؟ بدون سعي ما فيش الكلام ده تمام؟ ما فيش أي حاجة أنت هتوصل له تمام؟ طالما أنت في عندك أمل وعندك يعني عقيدة أن أنت ربنا هيكرمك وتشتغل وتزبط حيالك وتبقى طمح وتوصل للهدف بتاعك تمام؟ ده أنت هتعمله فكرت بقى في أفكارك السلبية وأي حد بيجي مثلا أن تيجي عليك بكلام سلبي أو أي حاجة تمام؟ هتلاقي نفسك بتقع وبتحبط نفسيا وده للأسف عندنا اللي في كل الشباب يعني أنا أسف في الكلمة ممكن واحد يجيبك بفكر يمين واحد بيجيبه بفكر شمال تاني خلص تمام؟ طبعا أنا ما بتكلمش على الشباب الواعي تمام فهمني؟ في مجموعة من الشباب الجامعات والتقادة دول عندهم فكر واعي جدا وعارفين هم بيعملوا إيه وشخصيات شرف جدا تمام؟ لكن في برضو أقلية من الشباب معلش بتستسلم برضو لأي فكر إزاي نتقول لساعدتك أه للظروف للطبيعة لبرضو فكر الجامعات الإرهابية اللي ساعدتك وبيتجندوا بطريقة طبعا مباشرة وغير مباشرة تمام؟ وطبعا طبعا خارج بتدربوا خارج البلاد وبيتجهزوا أكبر تجهيز خارج البلاد تمام؟ وبيتصرف عليهم جدا عشان يتعمل لهم غسل دماغ يعني في مجموعة من الشباب بيتعمل لهم غسل دماغ بأي شكل وبأي طريقة بأي مبلغ عشان يكسبوا الشاب ده يكون معهم زي ما ساعدتك برضو قلت في الفقرة السابقة يعني أنه ممكن إيه تفهم؟ يجهزون أنه يبقى إرهابي وامتحاري طبعا بقى طبعا بيوعدوه طبعا بحور العين في الجنة وبيبعدوه طبعا بإيه كل حاجة أنت بنجر محمود هتروح تشوف حبيبك اللي فاته وفي سبعة من حور العين مستنينك وكده فطبعا بيتعملوا غسل دماغ في الدنيا وفي الأخرى هو يعني كما ذكرت أن هؤلاء الجماعات تستخدم اسم الدين أو تستغل اسم الدين الإسلامي استغلالا خاطئا من أجل أن يرسخوا داخل هؤلاء الشباب أن هذا الأمر هو تكليف إلهي وليس أمرا بشريا الأسرة من الركائز الأساسية لدعم التربية ولدعم الطموح هل ترى أن الأسرة المصرية ينقصها جزء من الوعي وأنها أحد الأسباب التي تحول هؤلاء الشباب إلى هذا النموذج السلمي؟ طبعا طبعا هولي ساعتك على حاجة وجود الأسرة في أي مكان وجود مهم جدا فمعليش أنت فاهم؟ لو فيه أب يواعي وأم تواعي وتبدأ تفاهم أولادها أو يفاهم ابنه وأبدأ معلش أصاحب ابني تمام؟ وأبدأ أعرفه إيه الصحة وإيه الغلط وأبدأ أحكيله عن الناس وأمجاد الناس اللي عندنا في الدولة زي الرئيس السادات زي نجيبه محفوظ الكوادر اللي عندنا في البلد العمر ما يفكر التفكير السلبي ده لكن أنا معلش سايب ابني هو منه يستسلم لأي معلومة دخلاله من أي حتة تمام؟ ما يبدأ يحصل فيه الكلام ده ودعنا نقول أيضا أن التكنولوجيا في الفترة الأخيرة أصبح لها دور المؤثر يعني الإلكترونية لهؤلاء أو لهذه الجماعات يعني نرى شائعات ليلا نهارا على السوشيال ميدي فهل ترى أيضا أن السوشيال ميديا قد اخترقت دور يعني التوعية أو أنها قضت على الوعي لدى الشباب؟ بس يا مستر عبر رحميني هو السوشيال ميديا عمتا أو الإنترنت العموم تمام؟ دي عصائي سحرية يعني عصائي سحرية تمام؟ بتجيب لك الكويس وبتجيب لك الوحش ممكن أجيب معلومات كل حاجة كويسة عن عالم وابدأ أستفيد منه كل حاجة وابدأ أخط ده هدف قدامي واتموح لي أن أنا وصله وفي نفس الوقت بتجيب لي الوحش ممكن تجيب لي معلش أنا أعمل كنبيلة إزاي أعمل فكرة الجماعات الإهربية إزاي وابدأ برضو انت فاهمني أخد منه من الكلام ده فبالنسبة للسوشيال ميديا يهدور كبير جدا تمام؟ ده دي يعني قناة معلومات غير طبيعية لمستوى العالم كله فأنا أي معلومة عايزة وصلها تمام؟ بقدر وصلها عن طريق الإنترنت معلش أنا برضو اللي أنا بنصح به الشباب إيه تمام؟ ثقف نفسك خش شوف كويدرنا في البلد عامل إزاي شوف دكتور أحمد زويلا عامل إيه تمام؟ شوف دكتور فاروق الباز عامل إيه تمام؟ شوف رؤسة بتاعتنا لديه السادات تمام؟ شوف كل ده وصل إزاي وعمل إيه ما معلش يعني الناس دي طالع من مصل مش طالع من حتة تانية تمام؟ ليه ما بصش للجانب الإيجابي ليه دايما نبص للجانب السلبي تمام؟ أنا عايز الشاب معلش يحط هدف قدامه طالما أنت فيه هدف قدامه هتوصله عايش بلا هدف مش هتوصل لحاجة تمام؟ وماستسلمش لأي معلومة تمام؟ تمام؟ ربنا خلي إلينا عقل إليه خلي إلينا عقل إليه عشان نحن نفكر به في حاجة زي كده تمام؟ أبدأ أفكر إيه كويس وإيه وحش هل معلش؟ هل ترى أن حصة الدين يعني حصة الدين في المدارس هي التي ترسغ بعض المبادئ السلمية للدين الإسلامي أو حتى للدين المسيحي داخل الفصول؟ هل ترى أن غياب حصة الدين هو أحد العوامل التي تؤثر في إشاعة هذا الفكر؟ طبعا يا سيد عبد الرحمن بص أقول لي سعادتك أنا يعني ده رأيينا الخاص أنا أحب أن مثلا حصة الدين سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي تمام؟ دي تكون حصة أساسية في بلدنا تكون حصة أساسية تمام؟ ما ينفقش تكون دي حاجة على الهامش ليه؟ وجود دين يعني وجود أخلاق يعني وجود تربية تمام؟ وطالما فيه رقابة فوق المدارس دي أو الجامعات أو أي حاجة على الدين تمام؟ طيب أنا أقدر أحدد إيه برضو اللي أنا عايز أوصله لهم تمام؟ يعني معلش مش هيكون فكر متعصب أو فيه حاجة مثلا فيه تطرف أو فيه أي حاجة طالما فيه رقابة عليها هبدأ أديهم الحاجة اللي أنا عايز أوصله لهم بس إن وجود حص الدين أو وجود كلام في الدين ده لازم يكون موجود مهم جدا ليه عشان بدون دين تمام يعني هنخسر الأخلاق هنخسر الطبع اللي في المصريين الحلو لازم الدين يبقى موجود عشان كل حدث تتكلم مع ليه طب يعني دعنا أيضا نقول أن الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة يعني فرض الركابة على خطب صلاة الجمعة كما أنه منع غير الأزهري لأنه يعتلي المنبل هل ترى أن هذا يعني قرار صائب صفتك خبير أم؟ بص أقول لي سعادتك العام أنا شايفه طبعا ده قرار صائب جدا تمام عشان زي ما قلت لسعادتك كل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش مش معنى أن أنا البست جلبية والبست العامة هبقى أنا كل كل كلام صح تمام في معلش ناس بتبقى كده ولا ما عندهاش أي فكر تمام عن الدين أو عنده أي حاجة على الحاجة فطبعا ده لازم يعني اللي يطلع على المنبر أو يطلع يلقي خطبة تمام طبعا يكون جاي من تحت معلش الأزهر الشريف أو من تحت سيطرة الأزهر الشريف توصيات أخيرة توجهها إلى كل الشباب المصري الآن واحد أقول له ما تخليش حد يلعب بفكرك ما تخليش حد يقولك حاجة تحبطك تمام امشي في طريقك بص للناس اللي بقت أحسن مننا بص الدكتور أحمد زويل بص الدكتور فاروق البيت بص الناس دي وصلت ازاي تمام ما فيش حاجة اسمها أن أنا خلاص أنا كده حياتي انتهت لا أقصر الحاجز اللي قدامك وابدأ يتعني إذن الشخصيات المصرية التي حققت نجاحات كثيرة هي الأمثلة التي يجب أن يحتزي بها هؤلاء الشباب الأستاذ محمد أبو غزالة الخبير الأمني رئيس شركة جاردز لأمنا الحرصات أشكرك شكرا لك أستاذ عبد الرحمنين وبشكر هيئة القناة كلها إذن أعذاء المشاهدين كانت هذه القضية التي كمنا بترحيها اليوم على ساحة النقاش نلتقي في الأسبوع القادم في نفس الموعد وقضية عربية جديدة دمتم في أمان الله تحياتي عبد الرحمن سلم تحياتي عبد الرحمن سلم تحياتي عبد الرحمن سلم تحياتي عبد الرحمن سلم